بن يمين نتنياهو يقود حرباً ضد غزة تحت غطاء يقول إن عدم الانتصار فيها يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل إلى أن حرباً تخاض بالأكاذيب تبرر الاعتقاد بأن الكذب نفسه أصبح مقوماً أساسياً لوجود إسرائيل صحيفة الڭاردين البريطانية سردت في مقال نشر الجمعة مجموعة من الأكاذيب التي سيطرت على المشهد في إسرائيل وسعت إلى فرضها على حلفائها في الخارج أحد أكبر تلك الأكاذيب كان قصة الأربعين طفلاً الذين قطعت حماس رؤوسهم خلال هجوم السابع من أكتوبر وهي قصة تم اختلاقها من الفراغ ولكنها وجدت صداً في وسائل الإعلام الغربية إلى درجة أن الرئيس الأمريكي كان من أوائل المصدقين كذبة كبيرة أخرى زعمت أن 12 من موظف وكالة الأونروا شاركوا في ذلك الهجوم وهما لم تقدم إسرائيل أي دليل عليه وانتهى التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة لأن الوكالة حافظت على حيادها التام لكن عدداً من حلفاء إسرائيل الراغبين بتصديق الأكاذيب قاطعوا الوكالة ما أدى إلى عجز في التمويلات يبلغ نحو 450 مليون دولار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ظل يردد الأكاذيب الإسرائيلية ولم يعتذر عنها حتى عندما اتضحت الحقيقة اتهم نتنياهو بالكاذب أصبح شائعاً في إسرائيل حتى إن صحيفتها أرتس قالت إنه أطلق العنانة للأكاذيب إلى درجة أنه فقد السيطرة عليها جادي أيزنكوت الوزير بمجلس الحرب اتهم نتنياهو بالكاذب مراراً بشأن الأهداف الاستراتيجية للحرب في غزة ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يائر جولان يردد منذ السابع من فبراير الماضي أن نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قادة حماس بأكملها وإعادة المحتجزين وها قد مضى نحو سبعة أشهر على الحرب والكاذب لا يزال سارياً لقناعة راسخة في إسرائيل هي أن وجوداً قام على الأكاذيب لا يمكن أن يستمر من دونها